استقبل سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية استقبل بمجلس سموه بقصر الوادي اليوم أبطال مملكة البحرين الذين حققوا الإنجازات في رياضات البارالمبية بمختلف المشاركات خلال هذا العام وفي مستهل اللقاء رحب سموه بالأبطال ونقل لهم تحيات وتهاني حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وتمنيات جلالتها يده الله لهم بدوام التوفيق والنجاح في مسيرتهم الرياضية وقال سموه نثمن عاليا رعاية ودعم سيد الوالد ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه واهتمام ومساندة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بالقطاع الرياضي الذي كان له الأثر الواضح والمميز فيما تحقق من منجزات ومكتسبات في هذا القطاع لتصبح الرياضة البحرينية إحدى العلامات المضيئة في المسيرة الوطنية للمملكة وتابع اسم الشيخ خالد بن حمد وإذ أننا نشيد بالجهود الكبيرة التي يبدلها سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة حيث رسم سموه والاستراتيجيات التطويرية التي دفعت نحو تألق الألعاب الرياضية ومنتسبيها لسيما الرياضة البرالنبية وساهمت في تحقيق الإنجازات في مختلف المشاركات وأضاف سموه أن رياضة البرالنبية البحرينية استطاعت أن تؤكد جدارتها من خلال ما حققته من نتائج مشرفة في كبرى البطولات والمحافل العالمية مستشهدا سموه بالإنجازات التي حققتها هذه الرياضة ومن أبرزها تحقيق البطلة فاطمة عبد الرزاق أول ميدالية ذهبية لرياضة البرالنبية البحرينية بدورة الألعاب البرالنبية التي أقيمت بمدينة ريودي جانيرو البرازيلية 2016 بعد إحرازها المركز الأول في لعبة رمي الجلة وقال اسم الشيخ خالد بن حبد نعتز بالعطاء الكبير والمميز الذي قدمه لاعب ولاعبات رياضة البرالنبية البحرينية فإنما حققه هؤلاء الأبطال من إنجازات ما هو إلا وسام على صدورنا فأبطالنا وبطلاتنا من المنجزين في رياضة البرالنبية نماذج حقيقية نفهر بهم جميعا مؤكدا سموه أن دعمه متواصل للرياضة البرالنبية ومنتسبيها لتحقيق التطلعات والأهداف التي تعزز من الحضور البحريني القوي قاريا ودوليا مقدرا سموه جهود اللجنة البرالنبية البحرينية برئاسة سعادة الشيخ محمد بن دعيج آل خليفة في وضع الخطط والبرامج التي ساهمت في تطوير هذه الرياضة ورفع مستوى وكفاءة منتسبيها متمنيا سموه كل التوفيق والنجاح لجميع اللاعبين واللاعبات في تحقيق المزيد من الإنجازات في المشاركات المقبلة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة